السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وعلى احسن الاحوال يا ربي ومرحبا بكم في قناتي قناة سافيرة عزيزة ودائما مع مع السلاة رمضان هذا الفيديو الثاني اللي قلت لكم سوف نضع لكم هنا سوف نضع لكم بريوات والبليغة اللي بتجنجلين وفرجة ممتعة ونبقاو مع المقادر اول حاجة سوف نبدو بريوات احنا عدينا خمسمية جرام دي اللوز اللي سلقناهم في الصخ وناشف سوف نقسمه على الزوج نصف سوف نتحنه مع خمسين جرام دي السانيدة ونصف سوف نقليه وانتحنه مع خمسين جرام دي السكر عندي معلقة صغيرة دي القرفة والزبدة خمسين جرام هنا المسكة الحرة لا تدور تقريب جسة الحبات والخمسة وبطبيعة الحال الورقة سوف نقلي اللوز في الزيت باردة هذه مرحلة مهمة ومن بعد هنا انا اطحنت كل شيء اللوز اللي بقي خضر واللوز اللي طيب وستعمل محدد منك هات الحامض هاتي اختياري انا كان بغي الحامض كان بغي انك كهبي اللوز سوف نقليه سوف نقليه سوف نقليه سوف نقليه نقليه ونقليه بالنسبة للبراه يدي اللوز يجب ان اللوز يكون جاري جاري ما يكونش قاسح الى شديدة العقدة تكون جارية جارية شوية هكذا بشك ما كينشفوش لنا البرايوات وكيبقوا لنا مدة طويلة شكي ما وريتكم هسا تبحل كتكون تكونش قاسحة ما شبح الكعب غزيل ولا الحلويات الاخرى دي اللوز سافي هنا قطعت الورقة ديالي انا كندير برايوات صغار صغار سوف نكونوا في البرايوات سوف نستعمل دائما الليد الليسرية سوف نزير بها سوف نزير بصبعي باش البرايوات صار حجي سوينا وهنا مكتغطوش للوز لا تشي حاجة لانه سوف تنفخ سوف تنفخ سوف تنفخ سوف تنفخ سوف تنفخ سوف نستعمل بالمود دقيق هذي حاجة معروفة غير هنا واحد النسيحة نديرو الكويرات هما اللولين وعدش وعدش نديرو الورقة باش ايدينا لا تقعش في هاللوز لان اللوز لا توشى الورقة الورقة فاش عادي نقلوهم و هذي اللوز يضيع لنا في المقلي واللي كله كحل و غادي جونا البرايوات كلهم كحلين فيهم نقاط كحلين سوف ينسدو بدقيقو الماء ضروري تزيرو و اه نزيرو الورقة ديلكم البرايوات جي مزيره و هنا شفتو كما شفتو جبت شيفون سارد و مره مره تنسح بيد ديه باش يجو البرايوات نقينو ما فيهم ش شي حاجة ديال اللوز هاكا سوف يكن نسخنو الزيت مزيان وكنبقاو نحركو هاكا باية طريقة نحرك باش يطابو لنا من جميع الجواني ما كان نحبش يديه من التحرك كان بقا نحرك هاكا دائري على شكل دائري حتى كي يطيبو لنا يتحمرون لنا صافي هنا العسل غادي يكون بارد بارد تماما صافي غادي نديرو البرايوات ديالنا في العسل كما راكم كتشوفو هنا يا انا يا بيتهم ليلة كاملة في العسل هادي حاجة ضرورية من الصباح اصورت ليكم شتو كيفاش جاو جاو منفوخين كيتنفخو وكيجون بومبيين صراحة يجو زوين ينمع الكين وحتى المعداق صراحة زوين ودابا نبقى مع البلايغات دير جنجلين فهنا يا مش هلية الفيديو ديالي سجلت ليكم دير المقادر كتسمحوا ليه بزايف عنا عدنا 250 جرام دير جنجلين ملعقة كبيرة نافعة وحبة حلاوة ملعقة صغيرة قرفة ملح ملح ملعقة صغيرة خاملة الحلويات نصف كوب ماء الزهر أصفر بيضاء ملعقة كبيرة خل و30 جرام زبدة نعجن عجينة عادية بحالة نعجن عجينة الخبز وتقدر الدروف العجانة ومن بعد سوف نصرحها بها الطريقة سوف يكون هنا تراسي مربعات يكونون متساويين كما راكنك تشوف في الفيديو و بالحجم انتم مو كيفاش بغيتوهم سوى تديروهم صغر سوى تديروهم كبار وحتى العجينة لو تترقوها ما زال ويتو تخلوها عادية في هذا السمك هذا الجوج مليمتر تقريبا سوف نبقى مستمر حيث نحصل على مربعات تقريبا متساوية ومن بعد سوف نعجب ما سوف نديروهم سوف نجلب القنط القنط سوف نضغط 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 نضغطوا على المزيدة لن تحلوش في المقلق السراحة يجو ساهلين و ضغية كي توجدوا في رمشة العين يعني نص ساعة هنتو با وجدتوهم لا في العجينة لا في كل شي ساهلين تتخلطوا على المقادر وتعجمهم عجينة عادية ثم سوف نكمل كل شي البريوات سوف نقوم بكتر الزيت تكون سخونة جيدة ونرى كيف يتحمروا نجدهم يتحمروا جيدة ونحركوا فيهم دائما اي حاجة تتقليف الزيت فمن الاحسن تحركوا فيها سوف يكون تفهم في العسل وهاو مالبرايوز ديونا نوجدين والبلية غات ديونا نتمنى انهم يجبكم وتجربوهم وكننقول لكم مع السلامة ولقاكم في فيديو اخر الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة